مازلنا في حلقة يوم السابت دايما بنتكلم عن أصحاب السعادة مين أصحاب السعادة؟ الزجين لأن احنا متصورين أن الناس راح تتجوز عشان تعيش مرحلة جديدة من مراحل السعادة في حياتها ولكن بيبقى بعد ما تكلمنا عن اختيار شريك الحياة بيجي بقى سؤال ملحة أوه في المرحلة دي احنا خلاص اختارنا شريك الحياة حد يجي يقول بقى هو ضروري يكون الجواز عن حب وهل الجواز عن حب ممكن يكون حرام؟ هنا بقى لازم نقف شوية ونسأل ايه هو معنى الحب؟ هو معنى الحب أن الناس لازم تعاملهم مع بعض يكون في تجاوز؟ الجواب لا الحب هو ميل القلب والحب عاطفة رائعة وجميلة ولازم بالعكس ده احنا بنحفز الناس أن كل ما كان في حب ما بين الزوجين كل ما كان أحسن بس مش معنى كده لو الحب مش موجود يبقى ما فيش جواز لا احنا لازم نفهم القصص بقى واحدة واحدة لأن الكلام في المنطقة دي كلام مهم ايه معنى ان يكون عن حب؟ لو فيه قبل جواز حب ايه ضوابته؟ وايه المعايير اللي احنا لازم نلتزمها عشان الحب ده تيبقى حب؟ يوصل الناس أن هم يحافظوا على بعض ويبقوا المسألة فيها عفة وهل الجواز اللي مش عن حب بيفشل؟ فيه تحديات لكل نمط من أنماط الجواز فيه تحديات الجواز عن حب فيه تحدياته وفيه تحديات الجواز عن ترشيحات اللي اصطلح الناس عن تسميته جواز الصالونات تعالوا بقى نبص بشكل واضح الجواز لازم يكون عن حب لا الجواز لازم يكون عن قبول ايه معنى القبول؟ ان يتحقق فيه الحد الأدنى من المتطلبات ولا يتجاوز الخطوط الحمرة في الاختيار ده هيبدو الكلام ده حيل واول حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمنا في الاختيار كلمنا عن ده قال تنكح المرأة لجمالها وحسبها ولميالها وجمالها وحسبها ودينها فاذفر بذات الدين تربت يدك وكأن الدين متطلب من المتطلبات الأساسية اللي احنا ما ننفعش نتجاوزها ولا بأس يكون باقي المتطلبات التلاتة موجودة فعلمنا حضرت النبي ان يبقى فيه اشتراطات أساسية في اختيار شركة الحياة واشتراطات أساسية في المسألة دي لو تحققت الشراطات الأساسية وما تعدناش خط من خطوط الحمرة يبقى هو ده معدن القبول يبقى واحدة عندها خطوط حمرة زي ايه مثلا؟ ما يكونش الشخص ده اللي لابد ان يكون متدين طب وإيه اللي حاصل؟ طب هو عندها لو الشخص ده بيبقى بيشرب مثلا لا ده خط أحمر الشخص ده بيعرف ستات لا ده خط أحمر يبقى أول حاجة لازم نعرف الخطوط الحمرة بتاعتها ايه في الاختيار عشان لو هي بتحب وهي متجاوزة الخطوط الحمرة دي يبقى هي بتدخد على نفسها بتكذب على نفسها هيبقى هنا فيه تحديات كبيرة وهتبقى ساعتها حاسة ان هي بتضحي وبتستهلك نفسها وما انتفعتش بحاجة وعشان كده لازم مثلا من المتطلبات الأساسية ده الخطوط الحمرة طب وإيه مثال المتطلبات الأساسية عايزة شخص مسؤول أو عايزة شخص حنين أو هادي فدي متطلبات أساسية بس فيه ثلاث صفات أساسية بتحكم العلاقة والتواصل والتعامل مع المشكلات اللي هي ايه بقى لازم نعرف ازاي هو بيصون العلاقة يعني ازاي بيصون العلاقة أي حد هو ما عندوش متطلبات أساسية أنا برشحه ثلاث حاجات أول حاجة تشوف هو ازاي بيصون العلاقة احنا نتجوز وبعد كده ازاي بيصون العلاقة شوف حظة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للسيدة عائشة كنت لك كأبي زرع كوم زرع غير أني لا أطلقه بيصون العلاقة وستيامة العلاقة فيها حاجتين مهمين أول أول حاجة التعبير عن الحب لازم نعرف هو بيعبر عن الحب ولا لا لأن بعد الجواز هيبقى اللي بيخلي الناس تصبر وتعيش وتسعد هو التعبير عن الحب والحاجة التانية المسندة يبقى صيامة العلاقة العلاقة ما لها فيها حاجتين التعبير عن الحب والمسندة حتى حضت النبي في الأشياء اللي هم مش هيارة في سند فيها كان بيسند إزاي؟ السيدة عائشة تقول ورأساه دماغة واجعها حضت النبي يشوف المسندة بيقول بل أنا ورأساه يا عائشة آه يبقى لازم بيقى في المسندة يبقى أول حاجة لازم نتأكد فيها ومن المتطلبات الأساسية إن الشخص يكون بيصون العلاقة على فكرة المرأة والرجل برضو المرأة تكون بتعرف تعبر عن الحب وبردو تكون أدرة على المسندة فيبقى أول حاجة صيانة العلاقة الحاجة التانية لازم نعرف هو قادر إن هو يكون مسؤول ولا لأ مسؤول يعني إيه؟ عارف الأدوار الزواجية هو عارف يعني إيه؟ زوج وهي عارفة يعني إيه زوجة والشخص هو عارف يعني إيه زوج بيبقى حاجتين بقى هو عارف دور الزوج إن هو الحامي المساند الراعي وفي نفس الوقت بيدير يقدر يدير المسؤوليات الاقتصادية ده بالنسبة للراجل طب بالنسبة للست حاجة مهمة جدا جدا هي كمان عارفة دورها كزوجة إن هي دايما بتخفف عن جوزها وبتشاركه أعباء أعباء الحياة وبتقوم بالاقتصاد المنزلي يبقى ده مهمة جدا 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 يبقى عرفنا يعني إيه زوج مسؤول ويعني إيه زوجة مسؤولة الحاجة التالتة بقى يبقى أول بديد من طلبات الأساسية التالتة أول حاجة إزاي بيصنعوا العلاقة تاني حاجة إزاي بتحملوا المسؤولية تالت حاجة نمطه إزاي في حل المشكلات ونمط إزاي في حل المشكلات بيبقى قائمة على حاجتين أول حاجة الحوار بتاعه شكله إيه بيسمع بيسمع بعض ولا لا وإيه تاني الحاجة التانية ما بيمسكش في السلوك العريانة بتاع الشخص ده يعني ما يوجعش ما يأزيش لما تكون في مشكلة اوعى ولما يكون في مشكلة يكون بيأزي أو بيوجع طب ده هيعمل إيه بقى هيعمل مشكلات ضخمة في البيت وعشان كده لازم نعرف إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال عشان ما يمسكش السلوك العريانة قال إيه قال أقدر لكم على الشيء إن فعلتموه تحببتم قفشوا السلامة بينكم لازم لما تكون في مشكلات ده أفضل وقت تحسس شريك حياتك بالأمان لو عملت ده أنت بتعمل حاجة مهمة جدا جدا طب وقبل الجواز لازم لما نيجي الناس تختلف من بدري نتضرب على إن أنا أأمن شريك حياتي أأمن خطيبتي وإحنا بنتكلم أأمن خطيبتي وإحنا بتكلم إن إحنا مش هنقذي بعض ونتعود ونتضرب على ده طب قال شريك الحياة محتاج يعرف كل حاجة عن شريك حياته قبل الارتباط هنا بقى وقعة مهمة قوي قوي لازم نعرف ما ينفعش يا سادة نستسلم إلى حب التملك حب التملك ده بيبتد من قبل الجواز الأكذوبة اللي بنقولها البعض إن لازم كل واحد فينا في الجواز يعرف كل حاجة عن شريك حياته كلها حتى الخصوصية اللي بينه وبين ربنا حتى المعاصي ده حاجة مريرة ده جواز مش عبودية فعشان كده الجواز مش علاقة فيها عبد بيسلم نفسه للإله لكن الجواز علاقة من بين اتنين بيعيشوا مع بعض وهو هيعيشوا مع بعض كمان في المستقبل في مجموعة أشياء تجب على المسلم أن يخفيها زي معاصي اللي بينه وبين ربنا وما يكشف ستر ربنا عنه أبدا لأن كشف الستر عن النفس حرام أنا بقول كده ليه بس أقول لكم قصص بقى كتيرة جي حد ارتكب معاصية في ظل الشفافية بقى اللي يام الشفافية هي فضيحة واحد بيفضح نفسه واحدة راح تقالت له والله أنا كنت أعرف حد تاني وحصل بعض التجاوزات بينه وبينه فأول خطيب مشي تاني خطيب بقى قال لها إيه روضة عن نفسها إحنا عايزين كده إحنا عايزين كده ولعايزين الشباب لما يجوا يتكلموا يتكلموا بفخر على أنهم رجالة ما قطعين السمكة ودلها خصلتين لازم نمتنع عنهم خصلت الفتحة عند البنات المخطوبات وخصلت التباهي بأنه ما قطع السمكة ودلها الاتنين كشف لستر الله عن العباد لازم نبطل الخصلة دي طب في حد يقولي طب ما أنا هتخدع هو مين قال لن أنت هتخدع هو الراجل ده لما هتروح هتسأل عليه البنت دي لما تسأل عنه هتلاقي سمكتها إيه سمكتها كويس طيب هل بقى الشخص اللي أخطأ وتبقي لله ده ينفي عنه الشرف والعفة الجواب لا الأخطاء المستورة لا تنفي عن الناس الشرف والعفة يا سادة يعني فكرة إن إحنا اللي يرتكب خطأ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قاله لقد تابت توبتا لو وزعت على أهل المدينة وفي رواية لو وزعت على سبعين من أهل المدينة اللي كفته إيه اللي إحنا بنعمله في نفسنا بنفسد حياتنا إحنا دخلنا نفسنا دلوقتي إن كتير من الناس اللي بيتجوزوا أقول لكم بقى اللي أنا بشوفه في اللي شاية الزواج إن دلوقتي بنات بقت الكلام دوت وبقى الأولاد بيقولوا مع طبيعي إحنا لازم نشكل إن خلاص اتضح إن بنات كتيرة عندهم تجارب قبل الجواز يا جماعة أربعوا على أنفسكم انتقوا الله ما تكشفوه السدر الله سبحانه وتعالى حتى الزوج مع زوجته في أسرار ما ينفعش إنه يكشفها يعني نفترض إن الزوج دلوقتي طلق زوجته لا يجوز إنه هو الأسرار اللي بينهم يكشفها لإن لو كانت هي زوجته دع عرضه ومن تتبع عورة مسلمين تتبع الله عورة أو بالمناسبة أنا عندي إن الشخص اللي بيروح يتتبع عورات الناس المستورين هو بيتتبع عورات المسلمين والله يتتبع عورته فيجي واحد يقول لي طب أنا مش معقول أتجوز حد يا أخي ما هو مستور رحا وتايب وأخلاقه جميلة وزاي الفل تروح جايب له الخطأ اللي عنده ده عشان يحس إنه خلاص المعصية اللي عملها وتبع النهى وربنا سطروا فيها بتجري وراء وكأن ربنا خزله بعد ما تب يبقى الجواز لا يبنى على المحاسبة ولكن يبنى على المودة والرحمة والمحبة والكذب كبيرة والزنا كبيرة فهل نحاسب على عدد مرات الكذب اللي كذبناها أسألك سؤال طب واحد كذاب هو بيجي يقول كم مرة هو كذب فيها بس ده غير ده ده غير ده إيه ده كبيرة وده كبيرة فالتفتيش وراء شريك الحياة هو أفضل طريقة للوسوسة وعلى فكرة فيه ناس كتير مرضى بده يبقى كاش في السطر عن العلاقات قبل الجواز ممكن يجعل الشريك الجديد يسوم الشريكه ويبتزه بس ممكن كمان يعمل إيه يفضل الشريك ده محل نقص واتهام ويجعله دايما في حالة صغار وإحساس بإن فلان ده مش ينفع يرب عيال موظم الحالات اللي شفناها لشركاء اللي حكوا تجاربهم السابقة قبل الجواز لشركاءهم كانت النتيجة إن الشريك ما قدرش يتحمل ده أو ما قدرش يكمل الحياة الزوجية وتحولت الحياة الزوجية إلى جحيم دايما هو بينظر لها بهذه النظرة السيئة يا سادة لازم نعرف إن علاقة قبل الجواز مش علاقة تسليم النفس للشخص لازم عيفضل فيه خصوصية طب نعمل إيه عشان نعمل ده لازم نبقى متوازنين جدا جدا إحنا ما بنتجوز ملايكة والستات ما بتتجوز ملايكة إحنا بنتجوز بشر وعشان نتجوز بشر تعالوا زي ما قلنا أول إجراء ما ترميش مسؤولية الجواز على حد أنت حدد الخطوط الحمرة وحدد المتطلبات الأساسية أنت مش هتتجوز واحد عنده علاقات اللي أنت شايفاه لكن مش هتضطري تعمله عنه تحريات وتروح يتدوري تجيبي حد يجيب مكالماته التليفونية ولا حد آه ده يبقى نمط عندك في حياتك كلها كده ويمكن ده يكون أحد أشكال الكبائر اللي أنت بتعمليها ما تعمليش كده إيه ده أنا خايف من الخديعة يا سيدي هو بدل مستور للحال فهو مستور للحال أن أنت تروح لشريك الحياة وتعتبره شخص متهم مش هي دي الطريقة المناسبة للتعامل مع شريك الحياة يبقى بدل هو مستور للحال يبقى الحمد لله يبقى هو ما تعداش الخط الأحمر لكن في حد حد أنا عندي خط أحمر تاني أنا مش عايز وحدة مثلا من الخطوط الحمرة اللي عندي مش عايز وحدة عندها مثلا أصدقاء شباب بيسافروا مع بعض لوحدهم ده خط أحمر عندي خلاص يبقى كل شركاء الحياة بيقولوا لبعض الخطوط الحمرة أنا مش هقدر يبقى عندي حد في البيت مش من أهل زوجتي يبقى أسراري معاه ما عنديش الفكرة دي فكرة أن في حد رجل موجود في حياتي مع زوجتي تقول الخطوط الحمرة دي بشكل واضح الحياة التانية لازم كل واحد فينا يحدد المتطلبات الأساسية ونقيس ده من غير ما نعمل إيه؟ من غير ما نعمل أي نوع من أنواع التجسس وأي نوع من أنواع الأعمال اللي في الحقيقة بتخلينا ننتكي بالكبار ونتنتكي بالمحرمات ده أول حاجة حاجة التانية أنت بتتعامل عشان توصل لدرجة الحب بعد القبول لازم نعرف إن القبول وحده كافي إن احنا نتجوز مش هقولك زي ما بتقول الأبحاث اللي هي في الحقيقة لم تصل إلى الأبحاث الكبيرة اللي بتقولك إن في الغالب حالات الطلاق في الجواز اللي فيه اللي كان عن حب أكتر من حالات الطلاق في الجواز اللي ما كانش عن حب ولما جوم يعليله ده وتقاله تلات تعليلات هقولك التعليل الأول منهم بس تعليل بيقولك إيه؟ لأن الجواز عن حب بتبقى سقف التوقعات عالية هل معنى كده بنقول للناس ما تتجوزوش عن حب؟ لا طب أنا بقول كده ليه؟ عشان الناس تعرف إن الجواز عن قبول مش معناه إن هو جواز ناقص طب بقول كده ليه؟ لأن فيه ناس كتيرة من تحدياتهم لما بيتجوزوا عن قبول بيبقى عندهم تحدي إيه اسمه وتحدي إيه؟ البحث عن الحب فتبقى فيه علاقات تانية لا أنت قد تزوجت تزوجة زواجا كامل زواجا تام الأركان زواج ينفع إن الواحد يكمله مدى الحياة ليه؟ لأن يعني بتنتقل بعد الجواز إلى نوع تاني من الحب اسمه إيه؟ الحب الحياتي لأن فيه الحب الرومانسي ده إحنا ابتدينا به العلاقة لكن في السيانة العلاقة عن ابتدي بالحب الحقيقي اللي هو فيه إيه؟ فيه أمان وفيه اهتمام وفيه احترام وفيه تقدير يبقى إحنا لازم نعود نفسينا على ده إن الحب اللي بعد الجواز غير الحب اللي قبل الجواز ولذلك تلاقي ده أتوضح أوه في الستات الستة عايزة رومانسية فتيجي لزوجها ويقول لها هو ما بيعرفش غير يتكلم بس لكن هو أنا مش حاسها بأمان معاه هو بيقول كلام حلو بس أنا الجواز مش كلام حلو بس ولذلك لما تسمع عبارة ليس بالحب وحده يكون يحيى الجواز يحيى الزواج أعرف أن ليس بالحب الرومانسي بس لكن الحب الحقيقي اللي هو أمان واهتمام واحترام وتقدير هو ده اللي بنقدر نكمل بيك جواز وعشان كده لازم من أول خالص نبقى حطين زي ما قلنا الخطوط الحمراء والمتطلبات الأساسية ونكمل كمان أن طول ما احنا بنبحث عن القواسم المشتركة وبنعيش بالقواسم المشتركة كل ما الجواز ده بينجح لازم نعرف أن احنا متنوعين لكن الاختلاف يوصلنا للإقتلاف يا رب دائما نجعلنا ممن يحسنون إدارة العلاقات مع التنوعات وجهننا يا ربنا نرى حياتنا دائما مغموسة في الهبات أكرمنا يا رب وجعلنا ممن يحسنون الاختيار بأن نكون مع أنفسنا دقيقين أصحاب معايير ونكون أيضا واضحين وصادقين وأيضا نكون مستعدين للتغيير إلى الأحسن دوما يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل